نحن ما بدنا نلغي ولا نمزء وسيء التفاهم لأنه منيحة ومنودة سيبتة ووطنية نحن بدنا نطورها نحاضرون لتطوير التفاهم بما يحقق من مصلحة وطنية وين الديمقراطية التوافقية؟ بالمسايرة بشل مجلس الوزراء وبيضرب الرئيس وعهده وصلاحياته بالمسايرة بعدم الانتاجية والانتقائية بمجلس النواب بضرب المجلس الدستوري تبقى المقاومة تحت الدولة وبيكنفة مش فوقه اجوا علينا الامريكيين بموضوع العقوبات اذا مفسخنا التفاهم وقالوا بشكل واضح ودقيق هدفنا نضغط عليك شخصيا لتفك التفاهم وتكون معنا ضدهم واذا مقبلت نوضع عقوبات مش على التيار بل عليك شخصيا اولا نحن عملنا تقديراتنا بقلب التيار وما رح نربح بهذا الظرف أصوات انتخابية إضافية إذا فكنا التفاهم بالعكس يمكن نخسر مصدائية لكن الموضوع صار عند الناس أبعد بكتير من التفاهم صار موضوع وجوده العرهابي هو الذي عرسل آلاف السعوديين لينفذوا عمليات انتخارية في العراق وفي سوريا نحن عملنا تفاهم مع حزب الله مش مع حركة أمل لما بنكتشف ان الطرف الآخر يلي صار بيقرر معبيلنا بالتفاهم هو حركة أمل بيصير من حقنا نعيد النظر ترجمة نانسي قنقر